الله عليكم هذا يقول بارك الله فيكم في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة كيف نجعل من الحج وسيلة للتعارف وللأخوة ولتقوية الإيمان وتقوية الإسلام أيضا بين المسلمين بأن تجعل الحج والعمرة مخالصا لله عز وجل ويتضمن التعارف بين المسلمين والتآلف وأيضا الدعوة إلى الله والتعليم والتعلم فهو موسم عظيم وذو فوائد عظيمة ليشهدوا منافع لهم ولم يحدد الله هذه المنافع لأنها كثيرة وكل يأخذ منها بقدر ما يسر الله له نعم